شاهدين الكرام عبر شاشة قناة النادي الاهلي وجمهوره العظيم ومواقع التواصل الاجتماعي حسابات النادي الرسمية لمواقع التواصل الاجتماعي نستعرض في دقائق المقبلة يعني مجموعة من أهم وأبرز قرارات مجلس الإدارة التي رشحت عن اجتماعه المنهقد يوم الاثنين 19 ديسمبر 22 في مقر النادي الاهلي بالجزيرة برئاسة السيد العمري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الاهلي المفوض من قبل الكابت محمود القطيب رئيس النادي الاهلي الموجود خارج البلاد الحقيقة المجلس استعرض العديد من القرارات والأعمال منها النشاط الرياضي ومنها الانشائي والاجتماعي الخاص بالأعضاء فيما يتعلق بالنشاط الرياضي المجلس وافق على الاشتراك في بطولة أفريقيا للكرة الطائرة المقامة خلال شهر إبريل المقبل للرجال والسيدات وهتكون في مصر إن شاء الله النادي الاهلي صاحب البطولتين المهمتين للرجال والسيدات وننتظر إن شاء الله الفوز كما عوادنا في هذه البطولة أيضا وافق المجلس على اشتراك الفريق الأول للكرة الطائرة رجال في البطولة العربية في شهر فبراير المقبل كمان تم تكليف السيد محمد الغزاوي كرئيس للجنة العليا المنظمة للبطولة الأفريقية لكرة اليد التي يستضفها النادي خلال شهر إبريل أيضا المقبل للرجال والسيدات المجلس أيضا من القرارات المهمة وافق على إعادة تشكيل وضم خبرات متنوعة لمجلس إدارة شركة الأهل لخدمات صحية اللي هي برئاسة السيد الوزير يحيى راشد لتضم كل من الوزير خالد نجب والسيدة ريهام عز الدين عبد الرحمن الصاوي وأيضا الأستاذ خالد لطفي العطار والأستاذ المياء مختار مجموعة من الخبرات المتنوعة لخدمة هذه الشركة في ظل رؤية مجلس الإدارة الحقيقة في الاستعانة بالكفاءات في الشركات الخاصة بالنادي اللي أعلن عن تأسسها وانطلق الحقيقة العمل بها قبل شهور أيضا اليوم تم استعراض ملف الإنشاءات المجلس اجتمع مع المهندس سامح علي كامل مستشار الهندسي لمجلس الإدارة للوقوف على آخر الاستعدادات والتجهيزات والإنشاءات في فروع النادي الأهلي المختلفة خاصة في فرع الشيخ زايد اللي كان فيه اهتمام كبير بالحقيقة عملية متابعة المبنى الاجتماعي اللي هيخلص فيه غضون أيام الانتهاء من مبنى الأكاديميات تطوير المنطقة اللي هتكون بين الأكاديميات أو مبنى الأكاديميات وبين المبنى الاجتماعي المنطقة المحصورة تجهزها كحدائق ويلاندسكيب وأماكن جلوس للأعضاء لتليق كمان تطوير مجمع حمامات السباحة وتزويده بأماكن خاصة لزوي الهمم وبحمامات أعلى حمام السباحة لتخدم السادة الأعضاء الحقيقة جهود كبيرة واهتمام كبير بفرع الشيخ زايد الحقيقة كمان تجهيز الجراش الخاص بالأكاديميات والمسجد الجديد اللي هيتم افتتاحه خلال أيام قليلة وتجهيز هذه المناطق لخدمة الأعضاء كمان هيكون فيه جراش للأكاديميات خاص بالزوار الأكاديمية من البوابات الخاصة بالأكاديمية لأن المبنى الاجتماعي زي مؤمن الحضراتكو في غضون أيام هينتهي وليه جراش خاص المبنى مقام على 1200 متر أيضا تم منقشة الاستعدادات لإفتتاح فرع القاهرة الجديدة في غضون أسابيع الفرع تابعنا خلال أيام الماضية عملية الزيارات الميدانية لأنبيها الكابتن محمود الخطيب والسادة أعضاء مجلس الإدارة والانتهاء من أعمال التنسيق والرصيف ورفع كفاءة الطرق المحيطة كمان في زيارات الحاسد الأعضاء الآن بيذهبوا لزيارة الفرع والمسؤولين عن الفرع بيستقبلوهم موجود كمان زملة من موظف الاشتراكات للراغبين في الانضمام لعائلة النادي الأهلي في حل قيامه بزيارة إلى فرع القاهرة الجديدة الموجود في تجمع الخامس لينضم إلى عائلة النادي الأهلي بيمكن للبعض زيارة الفرع والمعينة على الطبيعة هذا المكان اللي يمثل نقلة نوعية وإضافة كبيرة جدا للمنشآت في النادي الأهلي أخيرا في الجزيرة الحقيقة وافق المجلس بعد مناقشته مع المسشار الهدسي المهند سمح علي كامل على إنشاء غرف لخلع ملابس صالة الكاراتي الصالة موجودة بالقرب من استاد التتش وكانت بحاجة إلى غرف خلع ملابس تليق باللعبين واللعبات أبنائنا اللي بمارس لعبة الكاراتي المجلس استجاب على الفور وسيتم إنشاء غرف لخلع الملابس كمان نذكر قبل أن نسيب حضراتكم لشيوز كانت خبر مهم الحقيقة مجمع حمامات سباحة الموجود في الجزيرة ونظرا لكثرة مرتديه وعملية التدريب اللي بتتم فيه الحمام والسادة الأعضاء المجلس من فترة كان تعاقد على حق استغلال أو استخدام مجمع حمامات سباحة الخاصة بالتربية والتعليم المجاور للنادي على طول في المعلمين الآن بيتم إعادة التجهيز والتطوير على أعلى مستوى إن شاء الله في غضون شهور بسيطة سيتم استلام المجمع ليبدأ السادة الأعضاء في استخدامه كمان سيكون مزود بمنفذ ومنافذ مختلفة لخدمة السادة الأعضاء وكأنه جزء من النادي لأنه فعلا امتداد للنادي فالعمل بيتم فيه على قدم وساق إن شاء الله لتخفيف الضغط والعب عن مجمع حمامات سباحة الموجود في الجزيرة وتوفير مكان يليق أيضا بعضاء النادي الأهلي لممارسة رياضة السباحة وخدمة السادة الأعضاء دي كانت مجموعة من القرارات التي خرجت من مجلس إدارة النادي الأهلي المنعقد يوم الاثنين ساعتين واثنين واثرين بشكر حضراتكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء